مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم السلام عليكم ورحمة الله سألوني كيف يمكننا أن نربي جيلاً في ظل ثورة وتوقعوا مني أنه يسمعوا إجابة غريبة ومختلفة لكني فاجأتهم بأنه تربية جيل في ظل ثورة لا يختلف كثيراً عن تربية جيل خارج الثورة فاستغربوا وقالوا لي كيف لأنه التربية تبقى هي عملية عادية نفس في كل مكان هي نفسها لماذا؟ لأن الإنسان يبقى إنساناً في كل ظروف حياته يعني الإنسان له حاجات أساسية نقولها دائماً ونكررها اللي هي الطعام والشراب والأمن والأمان ومنها التعليم فلما نربي جيل في ظل ثورة أو جيل خارج ثورة نحتاج لأن نلقن هذا الجيل القيم، الأخلاق، المبادئ، نعلمه الدين، نعلمه القوانين، نوجهه إلى الفضائل وإلى الخيرات هذه خلاصة عملية التربية لكن تختلف النسب لما نكون في داخل ثورة أو نكون في خارج ثورة يعني الطفل الذي يعيش في مكان آمن في بلد ليست فيها مشاكل وليست فيها أي شيء يكون حاجته مناء الأمان ومناء الأطمئنان أقل من حاجة الطفل الذي يعيش في داخل الثورة وفي المؤرة التي يكون فيها غير آمن وهو يخرج إلى المدرسة يعني أثناء الطريق أو هو موجود داخل المدرسة أو إذا كان مع اللاجئين في مناطق خارجية فمن هنا تأتي الاختلافات فأنا سأتكلم أولا عن التربية بشكل عام كيف تكون في المجتمع الآمن المطمئن ثم أنتقل إلى الكلام عن الاختلافات القليلة التي تكون في المجتمع الذي يعاني من الثورة التربية في الأصل يقوم بها أربع جهات أظن قلنا هذا الكلام قبل الآن يقوم بها الوالدين ويقوم بها المجتمع ويقوم بها الأستاذ وأحيانا يقوم بها الشيخ أو الداعية أو المزج يعني أي أثر خارجي غير هؤلاء الأربعة ولكنه يقوم بها بشكل مسترر أكثر أحد ممكن أنه يأثر في تربية الأبناء هما الوالدان لأنه يلازمان الولد دائما يكونان معه من صغره فيعرفان شخصيته وطبيعته وهو يكون عنده ثقة بهؤلاء الوالدان فيتلقى منهما العادات والتقاليد والأفكار والدين الذي يكونان عليه ينتقل له بالسليقة وبطريقة طبيعية تلقائية بالقدوة بعد ذلك يخرج هذا الطفل إلى المجتمع أول مجتمع المجتمع الصغير هي العائلة يلي بيكون فيها العم والخال والأجداد والجدود بعدين يخرج إلى المجتمع الكبير يلي بيكون المدرسة والشارع وأثناء البيع وأثناء الشراء أثناء القيام بمعاملات معينة والذهاب إلى المرافق إلى الحدائق في الرحلات فيتعلم ويقتبس أشياء أخرى في عنا أيضا الشيخ أو الداعية اللي أحيانا يلقي دروس عامة ممكن تكون هذه الدروس في مكان خاص كالمسجد أو ممكن في مكان عام أو حتى الآن بوسائل التواصل الاجتماعية في التلفزيون أو في الإنترنت ممكن أنه يسمع هذا الطفل أشياء ويتأثر منها ومنها المدرسة المدرسة كتير لها تأثير على الطفل لأنه الإبن يجلس فيها ساعة طويلة ويتعامل دائما مع نفس المجتمع نفس الأساتذة نفس الطلاب فمع العشرة الطويلة ممكن أنه يقتبس منهم أشياء تشكل شخصيته كمان لما يكون في نوع منه أنهي الطفل يشعر بشعور أنه لا يرضى أن يكون منبوذا فإذا شعر أنه أي سلوك لا يتقبل الوالد في البيت أو لا يتقبل الأستاذ في المدرسة أو لا يتقبل المجتمع فيخاف كل هؤلاء الأربعة كان لهم دور كبير جدا في عملية التربية وكنا نعول عليهم تعويلا كبيرا لكن المجتمعات الكبيرة تأثرت بالسياسة كما قلنا في حلقة ماضية فأصبح المجتمع حسب توجه البلد الأساسي فإذا كان السياسة تشجع على الفساد ما عد نضمن أن المجتمع يمسك هذا الطفل ويمنع من الأشياء التي كنا نستهجنها من قبل يعني مثلا التدخين كان مستهجنا بأجيل الماضي فإذا كان المجتمع يشجع على الفساد لن يقول شيئا للمدخين بالعكس سوف يشجعوا على هذا العمل السب والشتم كان في مرحلة من المراحل أمر غير جيد لو كان المجتمع يشجع على الفساد لن يصبح السب والشتم أمرا سيئا لو الإنسان شتم وسب سينظرون له نظرات عادية فهو لما يرى المجتمع يتقبل سلوكه فيبقى الإبن محافظا على هذه الأشياء إذا تعلمها لو الأستاذ في المدرسة ما قال له شيئا الداعية ما قال له شيئا كذا فتبدأ تنتشر المفاسد في حين بالمجتمعات القديمة كانت هذه الأشياء لها قيمته ولها عمقه الوالد كان له هيبة في البيت فإذا منع أولاده من أي شيء يخافون ويمتنعون عنه على الفور فلما يأتي الأب لا يلوم والمجتمع لا يلوم والأستاذ في المدرسة لا يلوم والشيخ والداعي ما عند له قيمة ولا يلوم ماذا يصبح وضع هذا الجيل الجديد؟ يبدأ يقتبس الأشياء خاصة مع أنه العولمة وكون العالم أصبح قرية صغيرة فتبدأ تنتشر الأشياء السيئة ولا يوجد من يقول لهذا الجيل أنه والله هذا خطأ وهذا صح فتنتشر الأمور بالأول تكون مستهجلة لكن بعدين تصبح عادية وتصبح من العادات والتقاليد الجديدة والتي تتغير باستمرار وبانتظام فلا نشعر إلا ومجتمعاتنا قد تغيرت وأصبح الثقافتها غير الثقافة القديمة وقيمها غير القيم القديمة ويبدأ الفساد ينتشر ونحن نظنه أمرا جيدا لكن بعد فترة من الزمن نقف ونلاحظ تلك التغيرات الكبيرة التي وصل إليها أولادنا ونحن لا نوافقهم عليها لكن يكون قد ذهب أوان التغير لأنها تجزرت فيهم وأصبحت عادات جديدة وعادات جديدة ولها ثقلها في المجتمع الجديد بين الأبناء الذين أصبحوا قوة كبيرة وهم يقولون الزمن تغير والدنيا تغيرت وأنتم من زمن آخر ولا تلاحظون ما الذي يحدث في المجتمعات فيضطر الأهل للإزعان ومن هنا تأتي خطورة هذه الأشياء الجديدة لما سألوني عن تربية جيل في ظل ثورة كانوا يقصدون الصعوبات طبعا أكيد هذا أكثر ما بيهمون وأنا حبيت طم منهم أن الصعوبات موجودة دائما يعني الصعوبات ليس فقط لأنه توجد ثورة وكما قلنا قبل الآن أنه سوريا ما كلا مثل بعضها يعني فيه مناطق لحد الآن ما تزال آمنة وما تعاني من هذه الصعوبات فالتربية بحد ذاته هي تحدي وهي صعوبة كان فيه من زمان أنا كل جيل قرأت قلت لها لي والله إلا راجع وشوف أنه هل نحن نتعرض لشيء خاص وشيء مختلف فوجدت أنه فيه كل جيل كان لابد من صعوبات خارجية إلى علاقة بالدولة الكبيرة ككل يعني شيء أقصد شيء يشبه الثورة والله إما احتلال فرنسي وإما وصائع على بلد ما وإما حملات تبشيرية أو إصلاحية أو استشراقية أو أي شيء من هذه الأشياء فكل جيل له حظه حظه من الحسنات والتسهيلات والأشياء الجميلة وله حظه من هذه الصعوبات لإلى علاقة أنه والله ثورة أو قصف أو احتلال أو يهود أو أي شيء يعني الزمن دائما فيه الكثير والقليل من الابتلاءات فالصعوبات قد تكون من الخارج يعني من الدولة التي يعيش فيها الإنسان قد تكون من داخل بيته في أولاد الله بيسر لهم أم وأب على تفاهم على حالة مادية جيدة على تسهيلات أنه يعيش بنفس البلد التي يحمل جنسيتها فمنلاقي يستطيع الدراسة والحصول على الفرع الذي يريده وهو في حالة استقرار نفسي واستقرار اجتماعي عنده صعوبات هذا أكيد بيكون التربية سهلة ويكون هذا الإنسان آمن ومطمئن وبحالة جيدة ممكن ابن عمه أو ابن خاله أو أي قريب له أو ابن جاره يكون بالعكس من هذا تمام يعيش في أسرة مضطربة مشاكل بين الأم والأب مشاكل بين الأم وأحمائها ممكن هو نفسه يكون عنده صعوبات يكون عنده أمراض مزمنة فالصعوبات التي تكتنف عملية التربية كثيرة جدا من أجل هذا منلاقي أنه الآن ينادون بإجراء دورات تربوية وإجراء مساعدات للأم والأب ونجد مراكز استشارية لكي تعين ويعنيت تتوقف التربية عند هذه الأشياء لكانت أنا برأيي هانت أنا لقيت أكتر صعوبة ممكن أنه نعاني منها أثناء عملية التربية هي الأمور التي تكتنف الأم والأب لأنه من أقرب شيء للطفل؟ من الذي عليه أن يقوم بعملية التربية؟ هي بالآخر المسؤولية بالأول على الأم في الحضانة من ساعة الولادة للسبع سنوات مهما الأب ساعد تكون المسؤولية على الأم بعد ذلك يتشارك الأب مع الأم في عملية التربية طب هل الأم في حالة نفسية جيدة دائما تستطيع بها أن توزن الأمور؟ والله هذا الأمر سيء يجب أن أمنع ابني عنه هذا الأمر جيد يجب أن أسمح لابني به نفس السلوك منلاحظ أنه أكتر الأمهات لما بيعملوا لابن مرات بيكون باله طويل فبتكون هادئة بتقول له يا ابني ما بصير بتوجهه بتعلمه بيمشي الحالة مرات تانية منلاقي فجأة بدأت تضربه ضربا شديدا طب هل الذنب الذي قام به الأبن في هذه المرة يستحق الضرب الشديد وفي المرة الأخرى يستحق طويل طلبا؟ لا هي مزاج الأم وحالتها النفسية فإذا تعرضت لضغط من زوجة من عملة من ظروفة نفسية أو دورة التي تمر بها كل شهر نراها تكون عنيفة إذا كانت أمور جيدة منلاقيها تتعامل مع الأبن بطريقة جيدة هذه كلها أنا أعتبرها من الصعوبات بل هذه أكبر الصعوبات يعني لو نحن فرغنا الأم وهيئناها نفسيا ستصبح عملية التربية رائعة مهما كانت الظروف الخارجية لأن الأبن أكثر ما يتأثر يتأثر بداخل بيته وبأمه ثم بأبيه ومن حوله فمن هنا تأتي الصعوبات وهذه الصعوبات موجودة دائما وهي بالآخر التربية تحدي من الصعوبات التي بدأنا نعاني منها والتي ذكرناها في حلقة ماضية ظروف البلد الاجتماعية والأخلاقية يعني لما يصرطر على بلد ما الفساد أو الاختلال الأخلاقي فبصير سهل أن الأبن يقتبس هذه الأشياء من الخارج وتصعب على مالية التربية أكثر وأكثر حين يخرج الأب الأب لم يعد وضعه المادي كما كان من قبل فيحتاج إلى أن يعمل في وظيفة أو اتنين وأحيانا في مصر أسمع أنه يشتغل الأب بثلاث وظائف طب ثلاث وظائف لما يأتي الأب إلى البيت منهكا متعبا هل يستطيع أن يتابع المشكلات والأمور التي تستجد في غيابه هل يستطيع المشاركة في النشاطات الاجتماعية في البيت الأسرية سيأتي يريد أن يأكل وينام الأم نفسها اضطرت أن تخرج وتساعد الأب في العمل لبا ترجع إلى البيت هل ستكون في حالة نفسية جيدة لحتى تستوعب الأولاد أكثر ما أشكوه من أبناء هذا الجيل انصلاف الأم والأب عن مشكلاتهم هذا كلها بدون ثورة نحن الآن نتكلم هكذا لكي ندخل إلى المستجدات التي حدست بقى في الثورة بسبب العولمة استطاعت العولمة النفوذ إلى كل بيت ما في أم ما في أب ما في مربي ما يشكوه من الآثار السلبية للجوال والإنترنت والأيباد الذي أصبح في متناول كل ابن يعني تخيلوا مفاسد وشرور عم تدخل إلى الأسرة وبنفس الوقت معا عم ينحسر عم تنحسر عملية الرقابة الأم مفاضية الأب مفاضي المشكلات الاجتماعية أصبحت كبيرة فأي تربية هذه؟ يعني نحن بصراحة من قبل الثورة كنا في تحدي كبير كنا نعاني من صعوبات كثيرة لكن ما شعرنا بآثار إلا لما جاءت هذه الثورة فبدأنا نقطف السمار ونرى الآثار السيئة الأبناء لما انحسرت دور الأم وانحسر دور الأب بسبب ما يعاني في العمل ما الذي صار؟ الأبن يحتاج إلى من يساعده الأبن في عنده مشكلات عنده هموم البنت نفس الشيء جربت تجي لعند والدت تتقل لي يا والدتي أنا بحاجة إليك أرجوك يساعديني بعدين معلش هلأ مالي فاضية أو البنت بتشعر أنه الأم ما عم تسمعها يعني صحيح عم تنظر إليها وتهز برأسها لكن هي مشغولة بشيء آخر بالجهاز الذي في يدها برفيقتها كمان الأم لها إشغالها وتلتها أيضا على وسائل الاتصال الحديثة فالبنت أعرضت عن أمها وذهبت إلى صديقاتها والابن أعرض عن أباه وذهب إلى أصدقائه طب ماذا سيجد هناك؟ هل سيجد الرأي الحكيم؟ هل سيجد إنسان عنده خبرة في الحياة فيعطيه هذه الخبرة؟ وكان عنا من قبل الاعتداد الزائد بالنفس بسبب الشهادة اللي حصل عليها الإبن أو البنت وبسبب أنه الزمن تغير وبسبب أنه معرفة الأبناء بهذه الأجهزة الجديدة كل هذا بعد المسافة أكثر وأكثر بين أجيلين وصار عنا انفصام بينهما وعدم توافق عدم انسجام فأصبحنا في وضع من الأول صعب من الأول الآباء والأمهات يشكون من تمرد هذا الجيل ومن صعوبة السيطرة عليه مسائل اجتماعية المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم الآن بقى كيف كان الوضع قبل الثورة؟ منلخص كان في عنا جيل معتد بنفسه جيل اعتمد على أصدقائه جيل أثرت عليه العولمة فهذا الجيل كان متمرد هلأ لماذا العولمة زرعت التمرد في الأبناء؟ يعني نظرية المؤامرة في منها شي صحيح أنا أؤمن ببعضها أكيد في أخطاء من الإنسان لكن في أخطاء جاءت ميناء الخارج كان يخطط لأنه هذا الجيل أنه يثور على كل شيء يعني يثور على القيم يثور على الأخلاق لكي نصنع عالما جديدا متجانسا بعضه مع بعض ونحن عم نلاحظ كتير بعالمنا كم من الأشياء قد تغيرت وتبدلت عما كنا نعرفه من قبل وأصبحت مألوفة ومعروفة مع أنه قبل عشرين سنة كانت تعتبر ميناء الكبائر فهذا الجيل ربه على أن يتمرد لكن ما كان هدفه غير أنه يتمرد على الأهل لحتى يتمرد على القيم ونحصل على قناعات جديدة وبالفعل أصبحت موجودة وقد حصلنا عليها لكن الغريب أنه هذا الجيل اللي تمرد على أهله وتمرد على العادات والتقاليد ما خطر على بال الذين ربوه على التمرد أنه يأتي يوم ويتمرد به على النظام لأنه هذا الجيل هو صنيعة النظام وتربى على يديه فكان صار فيهم مثل أنه منه يؤتل حذر هذا الجيل الذي ربي على الخنوع والرضا كما علموه أن يتمرد على أهله تمرد على النظام ككل وتمرد على الظلم ومن هنا بقى بدأ جيل الثورة يعني هذا جيل الثورة ربي على التمرد وكان من الأصل هو عنده حماس الشباب وشجاعة الشباب فلا يفكر بالعواقب كما يفكر الكبار فاجتمع عنده هذه الأمور فتمرد وبدأت الثورة طب هذا الجيل بقى الآن الموجود أمامنا كيف نتعامل معه خاصة أنه لا يمكن كان من قبل الاحترام والتقدير لمن قبله على أساس أنه من قبله جيل قديم وأن الدنيا تغيرت هنا بقى جاءت فرصة الأهل لإصلاح الأخطاء القديمة من ضمن أخطاء الأهل القديمة والتي أثرت على هذا الجيل أنه الأهل لما انصرفوا إلى أعمالهم وأشغالهم وإلى لقمة العيش أحبوا أن يعودوا أولادهم بيئة الأشياء المادية وعن فكرة هذه قاعدة دائمة أنه لما الإنسان يغضق بيئة المادة يكون عم يعوض الناحية المعنوية والحقيقة والواقع أنه الناحية المعنوية لا تعوض أبدا الناحية المادية لا تعوض أبدا الناحية المعنوية يعني أدما الأهل أعطوا أولادهم من النعم ومن السفر ومن الجوالات الحديثة ومن الاتصال بالإنترنت هذا كله لا يغني عن جلسة عائلية أو عاطفة قوية هذا الجيل أكيد ما كان مكتفي فلكنه تعود على حياة الدعاء الآن بعض الأولاد اللي مالهم مع الثورة أو اللي ليسوا يعني ما بدي أقول ضدها ولكن لم يدخلوا بها تماما بالأماكن اللي ما فيها كتير نقاط تماس أصبحوا يشعرون بالحرمان هنا بقى أنا بدي أهمس بأذن الأهل بل بدي أقول بوضوح وصراحة أنه هاي فرصة لنرجع نصلح كل شيء الآن الأهل في عندهم خبرة الحياة اللي يفتقد الأولاد وظنوا لمرحلة معينة من الزمن أنهم بيستطيعوا الاكتفاء والاستغناء عنها ويستطيعون بالخبرة القليلة وبالمعلومات اللي أخدوها من الجامعات أن يسبقوا أهاليهم الآن نريد أن نصلح هذا الخلاف بين الجيلين والصراع بين الجيلين بطريقة سليمة نقول للأبناء أنه الله يحييكم على حماس الشباب الموجود عندكم لو لحماس الشباب يمكن كانت الثورة ما استمرت وما وصلت إلى هنا ونريد أن نقول للأهل الله يرضى عليكم لا تحدوا من حماس الشباب بحيث أنه تخلوا الأولاد يبتعدوا عن الثورة ويبتعدوا عن العمق والفهم والوعي اللي بدأ يتشكل عندهم ويفهموا به ما هي طبيعة الدنيا وكيف يجب أن تكون يعني الأبناء الآن ما عد يرضوا بالظلم ما عد يرضوا بالتهميش ما عد يرضوا أن يعاملوا بنفس الطريقة القديمة التي كانوا يعاملون بها الآن شعروا بطعم الحرية عرفوا الحقوق اللي كانوا محرومين منها فيريدون الحصول عليها لكن في أهل خايفين عليهم قالوا يا أبني إصحاك لا يوم يعتقلوك ما زال عندهم بعض الخوف فبننا الآن نوالف بين هذه الأشياء حماس الشباب مع عقل الكبار نصنع منه شيء يستطيع أن يستمر بهذه الثورة وأن نصل إلى ما نريده من سوريا الجديدة لكن بدون أن الأبناء ما يتأثروا سلبا أو لا سمح الله يتعرضوا إلى الاعتقال أو إلى أشياء غير جئيدة أيضا بدنا حياة الدعا والكسل اللي وفر الآباء للأبناء أن يقرعوا عنها الحياة ليست دائما رغيدة والتعويض المادي لا ينفع عن المعنوي فالآن بدنا توازن بدنا نعطي الأبناء الثقة بدنا نزحب عنه الخوف هلأ المجتمع السوري هذا ما يتعرض له الآن ما عد في أمان ما عد في إطمئنان صار في نوع من القلق نوع من الخوف وقلنا قبل الآن عن هذا الشيء الدعم النفسي كل منطقة من مناطق سورية تحتاج إلى شيء مناطق نحتاج إلى دعم نفسي أكثر من مناطق مناطق نحتاج إلى تشجيع الأبناء هلأ سألوني من ضمن الأسئلة أنه هل نري أبناءنا يعني الخراب والدمار والعذاب والأطفال اللي عم يتجرحوا شيء فقلت إلى حد دمه الأبناء الصغار لازم يأخذوا جرعات الآن نحتاج شيء مثل اللقاح ما هو اللقاح؟ اللقاح معروف علميا أنه نأتي بجرثومة المرض ونحقنها داخل الجسم بحيث أن الجسم يبدأ يتعود عليها وتصنع كريات الضمء البيضاء مضاد لهذه الأجسام بجراثيم بحيث لو دخل المرض بقوة إلى جسم الإنسان يكون قد تهيأ له فيحاربه بشدة ويحد من انتشاره هكذا هي اللقاحات الآن المجتمع السوري بحاجة إلى لقاحات ومنهم الأطفال الصغار يعني مو معقول طفل عمره أربع سنين أو عشر سنين أن يرى مشاهد الجسس الممثل بها أو المقطعة أو المحروقة أو يرى الأموات بشكل مكثف لكن لا بأس إذا كان في منطقة قريبة منه وتعرض لمثل هذه الرؤية أن يراها بحضرة والديه وأن يعطيه معها المربي الأمان والأطمئنان وأن يدعمه نفسيا بحيث يتعود على هذه المشاهد فتبقى عنده الإنسانية وتبقى عنده القدرة على الاستمرار بدون ما يؤدي الخوف إلى شله وشل حركته وإبعاده تماما عن هذه الأشياء يعني نحن سمعنا قديما عن أطفال فلسطين ماذا حدث معهم سمعنا عن أطفال لبنان فعننا تجارب صابقة ياريت نستفيد منها الآن مع الطفل السوري في إنقاذه من الآثار السلبية لهذه الأشياء بحيث نجعلها لقاح يؤدي به إلى الأمان فإذا لو قلتولي تربية الطفل في ظل ثورة ماذا ستكون؟ أنا سأقول لكل مربي أنه هي نفس الأشياء لأنه الإنسان إنسان لن يتغير الموضوع تغير جزري لكن أنت أيها المربي أين المنطقة التي تسكن بها أنت؟ ما طبيعة ابنك؟ ما طبيعتك أنت؟ ما طبيعة الظروف المحيطة؟ فبناء عليها نرجو من كل مربي أن يدرس الوضع ويعطي شوف الأولويات يعني في عنا شيئين عنا أولويات وموازنات أنت أنظر لطفلك ما الذي يحتاجه وأعطي طفلك ما الذي تعطيه جرعات منها أكتر يحتاج للحب أكتر حب أكتر يحتاج للأمان أمان أكتر وجدت أنه بدأ يظهر عليه معالم العقدة النفسية أو الخوف بتحاول رأسا أنك تعينه وتخرجه من هذه الحالة لكي يعود إلى وضعه السليم يعني المهم نحن ماذا نريد؟ نريد أن يبقى الأطفال في سوريا والشباب في سوريا على تفاؤل بهذه السورة وعلى فاعلية ويقدم كل واحد فيه ما يستطيع تقديمه على الأقل إذا ما قدم أي شيء أن يكون بحالة جيدة لكي ما بعد السورة لما يكبر أن يقدم أي شيء إيجابي ونستودعكم الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته المجتمع السوري الجديد مع عابد العظم